وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي ويؤكد رفض سياسات التصعيد بالمنطقة الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 40 ألف ومائتي شهيد وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظري الإسرائيلي عددا من قضاء الإقليمية ويؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة السادسة مساء بتوقيت قاهرة الثالثة بتوقيت جرينيكتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية فمرحبا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة بادر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاختيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية توكيو للمشاركة في الاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في أفريقيا اعتقادة وخلال اللقاء سلم وزير الخارجية رئيس الوزراء الياباني رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري واليابانية من جهتي أشار كيشيدا إلى أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة معربا عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد والسمرار إيصار المساعدات لغزة عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لقاء صحفيا مع عدد من كبرات الصحف ووكالات الأنباء العالمية واليابانية المهتمة بشؤون السياسية في اليابان وأكد وزير الخارجية على أهمية التواصل المباشر والمستمر مع الرأي العام الأجنبي لنقل الصورة الحقيقية لتطورات الأوضاع في الأقليم وإبراز الجهود المبذولة للحيلولة دون تفاقم الأزمات في المنطقة على نحو يصعب السيطرة عليه التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات وحكامة الذكاء باليابان وتنابي كويشو جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الاجتماع الوزري التي كاد وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أفاق التعاون المشترك بين البلدين التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي بعدد من رموز الجالية المصرية في اليابان وقاء ذلك على هامش وجوده في العاصمة اليابانية توكيو للمشاركة في الاجتماع الوزري التي كاد وخلال اللقاء شدد عبد العاطي على قيامه بتكليف كافة السفراء ورؤساء البعثات المصرية في دول الاعتماد بإليه أولوية متقدمة للمسائل القنصلية وتلبية احتياجات الجاليات المصرية إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المحادثات بشأن غزة في قاهرة بناء وأضف كيربي أنه تم إحراز تقدم وهناك حاجة من الجانبين للعمل على التنفيذ وكان البيت الأبيض قد أعلن وصول مدير CIE إلى مصر للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة واتذلك في اليوم الثاني والعشرين بعد الثلاثمائة من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأفادت السلطات الصحية في غزة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعين ألف ومائتين وخمسة وستين فلسطينيا وإصابة ثلاثة وتسعين ألف ومائة وأربعة واربعين في العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ السابع من أكتوبر حث المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فوتسونج إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إن ما يقترب من ثمانين في المائة من المنازل في غزة تغرضت لتدمير فضلا على أن خمسة وتمانين بالمائة من المنطقة تغضع لأوامر إخلاء طارئة يفرضها الجيش الإسرائيلي وأضاف المبعوث الصيني أنه رغم الدعوات المتكررة من جانب المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال فإن إسرائيل تتجاهل تلك الدعوات ولم تبدأ أي إشارة إلى وقف إطلاق النار هجم وزير الدفاع الإسرائيلي يو إف جالونت وزير الأمن القومي إتمار بنغافير متهم إياه بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن تصرفات وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد تعرض الأمن القومي لتل أبيب للخطر كما يمكن أن تخلق انقساما داخليا مشير إلا أن رئيس جهاز الشباك ورجاله يقومون بوجباتهم وحضر يواف جالنت من العواقب الوخيمة للتصرفات وأفعال وزير الأمن القومي إتمار بن غفير داعما مطالبه بمطالب رئيس الشباك بإقالة بن غفير من الحكومة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 695 جنديا وضبطا منذ بداية الحرب وإصابة 645 آخرين بجروح خطيرة وأضف الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إصابة 4357 جنديا وضابطا منهم 232 خلال العملية البرية في قطاع غزة ولفت الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هناك 185 ضابطا وضنديا مدال يتلقون العلاج بالمستشفيات من بينهم 21 جريح أو جراحهم خطيرة قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي ونقش مجموعة من القضايا الإقليمية وأوضح أوستن أن الملاقشات تتضمن ما يجري من تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة شددت مصادر طبية فلسطينية على ضرورة وقف إطلاق النار مع بدء دخول مستلزمة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى قطاع غزة لإنجاح الحملة وأضافت المصادر أن حملة التطعيم لن تكون مجدية لوحدها في ظل عدم توفر المياه الصحية وانتشار مياه الصرف الصحية بين خيام النازحين وفي ظل عدم توفير بيئة صحية سالمة وقد سجلت مصادر طبية فلسطينية في غزة أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر عشرة أشهر حيث لم يتلقى أي جرعة للتحصين إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الواضحة على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتحجير قصري غير مقبول أفدت جمعية البنوك في فلسطين أن جميع البنوك في مختلف أنحاء قطاع أوقفت عملياتها وهو أحدث تدهرا في الظروف المعاشية يضرب القطاع المدمر بسبب الحرب وأدت أزمة السيولة النقدية إلى تفاكم هذه المشكلات حيث أصبح النازحون الفلسطينيون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم الضئيلة مع ارتفاع أسعار المواد الجذائية والسلع الأساسية عناها شديدة بالنسبة أنه لما نأخذ الراتب بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سور ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية نسبة الصرف وفي نفس الواجش طبيعة المصاري دائبة تركب مع السواك بعمل لك مشكلة بتروح تشتم البيع الفضرة بعمل لك مشكلة وأساساً الفلوس كلها مش موجودة شهر خمسة صرفت ألفين شكل وليوميها وأنا عليهم وبعد ذلك ترتستلف يعني تاني حاجة العملة دائبة يعني التجار بتعملوش فيها بتاتا تحد أقصى حطونا إياه لهم تقدر تسحبهم بقولك ألفين شكل ألفين شكل في ظل الحرب اللي احنا فيه بتسويش حاجة ألفين شكل في الحرب اللي احنا في الظل اللي احنا فيه هذه ألفين شكل عبارة عن اتنين شكل مش عشرين شكل اتنين شكل تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية عميقة نتيجة العدوان على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عشرات أشهر وأدت الحرب إلى زيادة عجز الموازنة وانخفض التصنيفات الإتمانية وتدهور صناعة السياحة تغرق إسرائيل في أزمة اقتصادية عميقة نتيجة لحرب مستمرة منذ نحو أحد عشر شهرا على قطاع غزة والتي كان لها تداعيتها الإقليمية ما يضع اقتصاد إسرائيل تحت ضغط هائل وسجلت موازنة سلطات الاحتلال زيادة في عجز الموازنة وانخفاضا للتصنيفات الإتمانية وتدهورا لصناعة السياحة أما تكلفة بناء المناطق المتضررة في الشمال وتعويض أسر الضحايا وتعزيز أنظمة الدفاع دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار وتشير التقديرات إلى خسارة تتجاوز أربعة عشر مليار دولار من النتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما الخسائر الحقيقية قد تكون أكبر بكثير التأثير السلبي للحرب واضح لألاف الشركات الصغيرة وعلى الثقة الدولية في اقتصاد سلطة الاحتلال ويتفق الخبراء الاقتصاديون على أن التواصل إلى وقف لإطلاق النار هو الحل الوحيد لوقف تفاقم الأزمة وقد أدت الحرب على غزة وتهديدات التصعيد مع إيران وحزب الله إلى التأثير بشكل كبير على الشركات الصغيرة وحركة الشحن وصناعة السياحة وأشهد ميناء حيفا الذي كان يوما مكتظا بالحركة هدوءا ملحوظا بسبب توقف السفر عن استخدام الموانئ الإسرائيلية كنقاط للتزود بالوقود ذلك بعد أن أدى العدوان على غزة إلى ردود فعل من الفصائل المسلحة في اليمن والعراق إلى استداف حركة الملاحة ذات الصلة بسلطات الاحتلال اشتركوا في القناة تستمره حالة الاستفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة على امتداد الطرق المؤدية إلى معبر رفح من مدن العريش والشيخ زويت حتى مدينة رفح لعشرات الأيام ويت ذلك في الوقت الذي تمارس فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية حالة التعنت من رفض استقبال المساعدات الإنسانية حيث لم يستقبل معبر رفح البري ومنفذ كرم أبو سالم أية شاحنات مساعدات الإنسانية على مضر اليوم وللمزيد يطلعن عليه زمير رامي محمد مرسل التلفزيون المصري بعد التحية في هذه المتابعة لمشهد المساعدات الإنسانية نتحدث عن حالة من الاستفاف المستمرة منذ عشرات الأيام وحتى اليوم بطول الطرق المؤدية من مدينة العريش إلى مدينة الشيخ زويت ومن ثم الذهاب والاتجاه إلى مدينة رفح لدخول إلى المعابر سواء المصرية ومن ثم الدخول إلى منفذ كرم أبو سالم لكن هذه الشاحنات على مدار اليوم تقابل عائق كبير وهو استمرار حالة التعنط الإسرائيلي برفض دخول أي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية سواء الإغاثية والغذائية والطبية وأيضا الشاحنات المحملة بالمشتقات البترولية على مدار اليوم لم يستقبل معبر رفح البريء أي من هذه الشاحنات المصطفى بطول الطرق وعلى جانبي الطرق المؤدية من مطار العريش إلى مدينة رفح هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة بامتداد الطرق تقف منذ عشرات الأيام وحتى الآن بانتظار انتهاء حالة التعنط الإسرائيلي أمام دخول هذه الشاحنات لتتسلم المدنيين في قطاع غزة هذه المساعدات الإنسانية المقدمة إليهم من كافة الجهات سواء المحلية والعربية والدولية والمنظمات الأممية هذا هو المشهد استمرار لحالة التعنط الإسرائيلي أمام المساعدات الإنسانية وأيضا استفاف الشاحنات بجانبي الطرق من مدينة العريش إلى مدينة رفح ومن ثم الدخول إلى المعابر المصرية التي لم تستقبل اليوم أي من هذه الشاحنات وأي من هذه المساعدات عودة إليكم مرة أخرى هل أن تسأل إعلام لبنانية مقتل شخصين وإصابة شخص في الغارة الإسرائيلية على طير حرفة جنوب لبنان ويأتي ذلك بعدما كشف الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلية مسلحة لحزب الله في جنوب لبنان وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله كان يخطط لإطلاق مكذفات من منطقة طير حرفة في جنوب لبنان أعلن حزب الله اللبناني عن قصف التجهيزات التجسسية في وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية ما أدى إلى تدميرها وأضاف حزب الله أنه قصف موقع الملكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق خمسة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ميرون مؤكدا أنه اعترض بعضها أعلنت مجموعة لفتحانسا الألمانية تعليق الرحلات إلى تل أبيب طهران حتى الثاني من سبتمبر وإلى بيروت حتى الثلاثين من سبتمبر وأضحت لفتحانسا أنه تم استئناف الرحلات إلى عمان وأربيل اعتبارا من السبع والعشرين من أغسطس مع استخدام ممر شمالي في المجال الجوي العرقي للرحلات إلى أربيل أقرت قوات الحوثي بقصف سفنتين تجريثين إحداهما نفطية تدعى سونيون أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء بحارها في البحر الأحمر وأشرت قوات الحوثي إلى أن تلك الهجمات استغدمت أو استغدمت فيها الزوارق المسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار منذ بدء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم السابع من أكتوبر وتحديدا منذ نوفمبر الماضي تشهد حركة الملاحة في البحر الأحمر اضطرابا بسبب هجمات قوات الحوثي لدعم الفلسطينيين في غزة وفي آخر الهجمات المتتالية أقرت قوات الحوثي بقصف سفينتين تجاريتين إحداهما نفطية تدعى سونيون أصيبت إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر وأشرت قوات الحوثي إلى أن هذه الهجمات استخدمت فيها الزوارق المسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في السياق ذاته حذرت قوات التحالف الأوروبي والمملكة المتحدة من كارثة بيئية يديدة في البحر الأحمر إثر حادث السفينة سونيون التي استدفتها قوات الحوثي والتي كانت تقل أكثر من 150 طن من النفط أصبحت مواد مهدورة في البحر وكشفت القوات الأوروبية أنها أرسلت سفينة لإنقاذ الطاقم المكون من 25 فردا إلى ميناء جيبوتي باعتباره أقرب ميناء آمن للنداء وبعد الهجوم على السفينة رد الجيش الأمريكي بثلاث ضربات على مواقع للحوثيين شمال محافظة الحديدة ونجح في تدمير نظام صواريخ أرض جو ومنظومة رادار تستخدمها قوات الحوثي في تهديد الملاحة وفي واقعة منفصلة أبلغت سفينة نورث ويندوان عن وقوع انفجار على مقربة منها مما تسبب في أضرار طفيفة بعد مواجهة مع زورق مسير على بعد نحو 57 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء عدن باليمن في هذه الأثناء أعلنت أستراليا أنها ستتولى قيادة قوة مهام بحرية مشتركة في البحر الأحمر وخلي عدن اعتبارا من أكتوبر وتأسست قوة المهام المشتركة 153 التابعة للقوات البحرية المشتركة في أبريل من عام 2022 للتركيز على الأمن البحري في المنطقة وجرى تعزيزها في ديسمبر للتعامل مع هجمات قوات الحوثي في البحر الأحمر وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها طرف الأزمة بالسودان يوافقني على توفير ممرين آمنين للمساعدات والصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا في البلاد اتفق طرف الصراع في السودان على توفير وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر طريقين رئيسيين وأوضحت الدول التي أجرت محادثات في سويسرا في بيان المشترك عن حصولهما على ضمانات من طرفي النزاع ذلك لتوفير وصول إنساني آمن ودون عوائق عبر شرايين رئيسة هما المعبر الحدودي الغربي في دارفول وطريق الدبة الذي يصل عبر الشمال والغرب من بور سودان أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في السودان أن البلاد تعاني للعام الثاني على التوالي من تفشي الكوليرا والذي تسبب في وفاة ثمانية وعشرين شخصا على الأقل الشهر الماضي وسط هطول الأمطار وأوضحت المنظمة أن السودان سجل 658 إصابة بالكوليرا في خمس ولايات منذ بداية الموجة الحالية من التفشي في يوليو وتسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وأشردت أكثر من عشرة ملايين داخل السودان وخارجه التقى رئيس الوزراء الهندي في كييف برئيس فولادامير زلنيسكي في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لأوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991 وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن تطلعه لحل سلمي للصراع الدائر في أوكرانيا كما أعرب عن أمله في عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة قريبا وأتات زيارة بعد زيارة قام بها مودي لموسكو الشهر الماضي وتزمنت مع هجوم صاروخي روسين عنيف على أوكرانيا أصاب مستشفى للأطفال كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد وصل إلى كييف بقطار قادما من بولندا وقال مودي إنه لا يمكن حل أي مشكلة في ساحة المعركة منظفا أن الهند تدعم الحوار والدبلوماسية لإرساء السلام والاستقرار في أقرب وقت استبعد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أنتولي أنتونوف أن تؤدي العملية التي يقوم بها الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسيك الحدودية إلى إنشاء منطقة عازلة في روسيا وقال السفير الروسي أن هذا الأمر مستحيل مشددا على أنه لن تكون هناك أي منطقة عازلة على الأراضي الروسية في تصعيد دراماتيكي للأحداث بين أوكرانيا وروسيا اشتعلت الأوضاع بشكل متسارع حيث أدت المعارك الشديدة والهجمات المتبادلة إلى مزيد من التوتر في المنطقة وفي إطار هذا التصعيد اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بمحاولة استهداف المحطة النوية في كورسيك في وقت تشن فيه كييف هجوما واسعا على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين أوكرانيا بدت هجومها الكبيرة في السادس من أغسطس ونجحت في السيطرة على عشرات البلدات ومئات الكيلومترات المربعة من الأراضي الروسية في منطقة كورسيك ومع تقدم قوات الأوكرانية أكد بوتين خلال اجتماع حكومي أنه تمت محاولة ضرب المحطة النووية مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أبلغت بالأمر ووعدت بإرسال اختصاصيين لتقييم الوضع وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأوكراني بولوديمير زيلينيسكي عن زيارته لمنطقة سومي حيث أكد السيطرة على بلدة جديدة مما يرفع عدد البلدات تحت السيطرة الأوكرانية إلى أربع وتسعين وعلى الرغم من هذا التقدم أكد الجيش الروسي أنه يواصل التصدي للهجمات الأوكرانية ويحقق تقدما في إلحاق خسائر بالقوات الأوكرانية ومن جانبه أفاد مصدر أمني أوكراني بأن القوات الأوكرانية قصفت قاعدة جوية روسية في مارينوفكا واستهدفت مستودعات لتخزين القنابل والوقود وبالرغم من ذلك لم تكن هذه الهجمات الوحيدة إذ غرقت عبارة تجارية روسية في ميناء ققاز بعد تعرضها لهجوم جوي أوكراني مما زاد من تعقيد الوضع الميداني أعلن الحرس الوطني الروسي تحرير الرهائن في سجن فولغرود والسيطرة على المحتجزين من جهته صرح الرئيس الروسي فلادمير بوتن بأن مدير مصلحة السجون أطلعه على الوضع في السجن بمقاطعة فولغرود والذي وقع فيه حادث احتجاز لرهائن وكان عدد من السجناء قد احتجزوا أو احتجزوا موظفين رهائن في وسط أنباء عن سقوط أربعة جرحة على الأقل من موظف مصلحة السجون أبدى تحالف اليسار في فرنسا عن استعداده لإقامة ائتلافات من أجل تشكيل حكومة وذلك خلال أول لقاء عقده الرئيس إمانويل ماكرو مع أبرز القوى السياسية في البلاد وقد استقبل ماكرو في قصر الإليزي الجبهة الشعبية الجديدة وهو تحالف يضم قوى اليسار الذي حقق مفاجأة بحصوله على 193 مقعدا بعيدا عن الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا وتدير حكومة جابرييل أتال المستقيلة والمكلفة بتصريف الأعمال الشؤون الحالية للبلاد منذ 38 يوما وهي مدة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع اقتراب استحقاقات كبيرة تتعلق بالميزانية حذرت الجمعية الطبية في كوريا جنوبية من أن ارتفاع حالات الإصابة بمارة كورونا والإضراب المستمر من قبل الأطباء المتدربين قد يشل غرف الطوارئ في المستشفيات الشهر المقبل في وقت سيغيب فيه العديد من الأطباء أيضا بسبب عطلة رسمية وأضرب آلاف الأطباء عن العمل في فبراير احتجاجا على خطة لزيادة أعداد طلاب قطاع الطبي بمقدار الفي طالب سنويا لتلبية ما تتوقع السلطات أن يكون نقصا حدا في الأطباء وشهدت كوريا جنوبية عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا هذا الشهر صادقت المحكمة العليا الفنزولية على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية والتي جرت في يوليو رفضت نتائجها المعارضة وكان المجلس الوطني الانتخابي قد أعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات دون نشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوة أنه قد تعرض لقرسنة إلكترونية وهو ما شككت فيه المعارضة والعديد من المراقبين أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قابلها الترشح رسميا عن الحزب وتعهدت هاريس خلال المؤتمر الوطني للحزب بشيكاكو بالعمل على إيقاف الحرب في غزة في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض وفي 37 دقيقة أعلنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قابلها الترشح رسميا عن الحزب وطرحت أجندتها المستقبلية المتضمنة لعدد من القضايا الداخلية والدولية التي ترسم استقبل العلاقات الخارجية للعايات المتحدة في حال فوزها وفي خطابها أمام المؤتمر الوطني للحزب كانت القضية الفلسطينية حاضرة حيث تعهدت هاريس بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير ما حدث في غزة على مدار عشرة أشهر مفجعون أرواح بريئة فقدت هناك أشخاص بائسون وجوعة يفتقدوا للأمان حجم المعاناة تفطر القلب أعمل مع الرئيس بايدن على وقف الحرب وإطلاق صراح المحتجزين من حق الشعب الفلسطيني الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير وتات تعليقات هاريس في الوقت الذي ضغط فيه النشطاء المؤيدون للفلسطينيين مرارا وتكرارا على ممثل قضيتهم في إجراءات المؤتمر الوطني الديمقراطي بينما تجمع متظاهرون آخرون في شوارع شيكاغو وساروا نحو مقر المؤتمر طوال الأسبوع وعلى مصار الحزب الديمقراطي أكدت هاريس أنها ستقف بجانب أوكرانيا والحلفاء في الناتو إلا أنها على النقيض ستكون غير ودودة مع زعيم كوريا الشمالية تعهدات المرشحة الديمقراطية شاملت إقرار تخفيض ضريبي لدعم الطبقة المتوسطة وشنت هجوما حادا على ترامب قائلة إن عودته إلى البيت الأبيض سيكون لها عواقب وخيمة أما ترامب فقد علق على خطاب هاريس قائلا إنه لا مستقبل للولايات المتحدة تحت قيادة هاريس وإنها ستقود البلاد نحو حرب عالمية ثالثة نوعية حرب التصريحات والهجوم على الخصم جزء من الحملات الانتخابية التي تشهدها الولايات المتحدة في السباق إلى البيت الأبيض لقي ثلاثة عشرة شخصا مصرعهم وتضر نحو أربع ونصف مليون شخص في بنجلاديش ذلك جرى فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في شرق البلاد وذكرت السلطات في بنجلاديش أن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو إحدى عشرة منطقة إدارية وبدأت عمليته إنقاذ في المنطقة وأرجع سكان بنجلاديش سبب الفيضانات إلى فتح نيو ديلهي سد نهر تيريبورا ما تسبب في حدوث سيول في بنجلاديش وهو ما نفته الخارجيات الهندية أفد خبراء أن تغيير المناخية الرهنة تدمر قارة أوروبا بالفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر الشديدة وأشار الخبراء إلى أنه منذ الربع عشر من شهر أغسطس أجاري احترقت مساحات شاسعة من الأراضي وتعرضت المحاصيل الزراعية الرئيسية في أوروبا للخطر بسبب موجات الحرارات الشديدة تواجه البشرية أزمة بيئية غير مسبقة تتمثل في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى تهديدات متزايدة ظاهرة تسببت في أضرار هائلة تتجاوز التأثيرات البيئية لتشمل الاقتصادية والاجتماعية فمن الفيضانات القاسية إلى حرائق الغابات تتداعى التأثيرات وتستدعي اهتمام الخبراء في السنوات الأخيرة شهد الاتحاد الأوروبي تحولا كبيرا في تأثيرات تغير المناخ على اقتصاده فوفقا لصحيفة البايس الإسبانية فقد بلغت خسائر الكوارث الطبيعية في أوروبا حوالي 650 مليار يورو خلال الأربعين عاما الماضية 17% منها حدثت بين عامي 2021 و2022 حيث تكبدت ألمانيا وحدها خسائر تقدر بنحو 167 مليار يورو تلتها فرنسا ب126 مليار دولار ثم إيطاليا ب111 مليار دولار وإسبانيا ب83.7 مليار دولار وتشير تقديرات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الأضرار السنوية قد تصل إلى 137 مليار يورو و814 مليار يورو بحلول عام 2100 السواحل الأوروبية خاصة في إسبانيا تعد من بين الأكثر تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر مما يكلف الاتحاد الأوروبي حوالي مليار يورو سنويا ويعرض نحو 72 ألف شخص للخطر بينما تهدد الزيادة السريعة في مستوى سطح البحر بمعدل 3.7 مليمتر سنويا المناطق الساحلية مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية فورية إلى جانب ذلك يتعدى تأثير تغير المناخ الأضرار الاقتصادية ليشمل الزراعة والبنية التحتية ففي بولندا أدت العواصف إلى غمر الشوارع بينما في رومانيا تسببت موقات الحرارة في خسائر كبيرة في المحاصيل تقدر بنحو 300 مليون يورو لتتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية على خلفية تلك الظواهر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة شكل أزمة عالمية تهدد الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية فمن الخسائر الضخمة في أوروبا إلى تأثيرات التقصي القاسي على الزراعة والبنية التحتية أصبحت الحاجة إلى استجابة منصقة وعاجلة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ولفت وزير التعليم العالي إلى أن القيادة السياسية الاهتماما كبيرا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة طريقة لتحديد الاحتياجات الفعالية لمجتمع الصناعة ويسد فجوة بين الخراجين وسوق العمل وأضف وزير التعليم العالي أن هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خاصة الهدف الثالث الاتصال بخطة عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات بحثت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عددا من المجالات وشهد اللقاء منقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خاصة في ذل وجود قطاع كبير من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وتنوع مشروعاتها منها ما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات صديقة للبيئة ومشروعات الانتاج الجذائي ودعم تحول الاقتصاد الأخضر كما تمت منقشة آليات التعاون بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك تأكيدا على التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالبيئة وزيادة الوعي البيئي نجحت البعثة الأثارية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار والعاملة بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ نجحت في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد من جانبه ثمن الأمينو العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل خالد ثمن جهود ونجاح البعثة الأثرية المصرية في إزاحة أسطار عن هذا الكشف الأثري المهم والذي يؤكد براعة ومهارة المصر القديمة في علوم الفلك منذ أقدم العصور وكيفية تحديد التقويم الشمسي ومواعيد الشعائر الدينية والرسمية أكد محافظة القليوبية أيمن عطية أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنصيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول وخلال جولة قام بها محافظة القليوبية العدد من المشروعات التعليمية بمدينة توخ شهد عطية وضع حجر أساس وتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 1.3 مليار جنيه في قطاعات الشباب ورياضة والمياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية ابتدئنا طبعا في مركز توخ مركز مدينة توخ لأن أنت طبعا واحدة من أكبر المراكز الموجودة في المحافظة كحجم التطوير والمشروعات التلموية فيها حجم ملموس وكبير متنوع في خدمات كتير لأهلنا في مدينة توخ ومركز توخ ما بين خدمات المياه والصرف الصحي كلها شبكات في مناطق يعني كان صعب الوصول لها إنما الحمد لله تدفر الجهود وقدرنا نوصل ونوصل للخدمة لأغلب أهلنا في توخ تبدل الدولة جهودا لوضع مصر في مقدمات الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث هذا وقد تم تجهيز محطة تحيا مصر بميناء الأسكندرية بأحدث معدات التشغيل بالعالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة جهود مستمرة وخطة شاملة تهدف لوضع مصر في مقدمة الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث ومن هذا المنطلق جاءت محطة تحيا مصر بميناء الأسكندرية المحطة التي تم تجهيزها بأحدث معدات التشغيل في العالم لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة تعمل بها أياد مصرية بنسبة تزيد عن 95% بما يوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة وألفي فرصة عمل غير مباشرة إن شاء الله صناعة النقل البحري في جمهورية مصر العربية ماشي بخطوات سابتة إن هي تكون مركز عالمي للوجستيات وتجارة الترنزيل مش في مطلة شرق المتوسط أو في البحر المتوسط بس لا إن شاء الله إحنا هكون لنا مكانة مكانة إحنا نستحقها في العالم كله في هذا المجال مصر مركز إيقاني للنقل واللوجستيات وتجارة الترنزيل قطة كبيرة جداً وزارة النقل يعني دفعنا فيها أكتر من 2 تريليون جنيه عشان ننفذ ألاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحادنية والأنفاء والكباري عشان نكون سبع ممرات لوجستية متكاملة تربط ما بين كل المراطق الصناعية والمواني الجفة والمواني الزراعية ومراطق الإنتاج الزراعي والسياحة والمواني البحرية وتضم المحطة أربعة أوناش رصيف واثني عشر وينش ساحة واثنين وثلاثين جرار حاويات عند وصول المحطة للطاقة القصوى للتشغيل كما تحتوي على ساحات تداول على مساحة قدرها أربعمائة ألف متر مربع وتنقسم إلى ثلاث محطات تداول قادرة على تداول من إثني عشر إلى خمسة عشر مليون طن بضائع سنويا واستقبال من ست إلى سبع سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت الساحة الخلفية زي ما حدركم شايفينها كده وراكم بالظبط اللي حتستخدم لهذه المحطة دي مليون متين تلاتة وستين متر إنشاء المحطة هو الغرض منه زيادة الطاقة الاستعابية لتداول البضايع سواء بضايع حبوب تاني أو بضايع عامة أو حاويات داخل ميناس كندرية ده الغرض الأساسي من المحطة الرصيف بتول خمسمية واحدة تمانين متر فعرض تلاتة وخمسين متر شغالين على خاطز من تسعتاشر لثلاتة وعشرين متر تمام؟ الرصيف عندنا عبارة عن خوزيق بربوطة كلها بكامر وبتعمل على البلوطة احنا مقسمينا على 14 بلوطة احنا خلصنا منهم اتنين تنفيذ وتلاتة خوزيق لسه حيصبوا بإذن الله فان شاء الله في خلال آخر السنة دي في خلال 24 هنكون مقلصين المشروع ومتسلم المحطة يوجد بها مبنى إداري خاص بالإدارة والتحكم تم تجهيزه على أعلى مستوى ويقع على مساحة ألف ومائتي متر المسطح كما توجد ورشة رئيسية لصيانة معدات المحطة وتحتوي أيضا على مناطق تدريب العاملين الذين تم تعيينهم وفقا لأعلى معايير الاختيار وإدماجهم لخطة تدريب على أعلى مستوى داخل مصر وخارجها أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة واشر أمد أهلا بيديشي أهلا بك سحر أهلا حكمت أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة تبع وزير الإسكان شريف الشربيني الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية والترفيهية الجري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة وأوضح وزير الإسكان أن العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتقع بمنطقة تعتبر الأفضل على سحر البحر المتوسط وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتديها هذا وقد أشار الوزير أنه جاري تنفيذ أعمال التشتبات لـ 15 برجا من أبراج المنطقة الشراطئية بينما يجرى تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة توجه وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم لمحافظة بن سويف لتفقد حالة منشآت الحماية من أخطار السيول ومخرات السيول في المحافظة ووجه سويلم بأعادة دراسة جميع مخرات السيول والأوديا على مستوى الجمهورية من حيث القدرة الاستعابية لمنشآت الحماية والزمن التكراري بما يضمن جاهزية منظومة الحماية من السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة وسيول حال حدوثها كما واجه وزير الرأي بخصر حالة التعديات على كافة المقرات وأحواض التجميع الخاصة بها بكافة المحافظات المعرضة للسيول وكد التوجه المشدد لكافة إدارات الرأي نحو سرعة تفعيل الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بشكل فوري وتحصيل الغرامات المقررة لسرقة وتبديد المياه وجه وزير الزراعة واستطلاح الأراضي علاء فاروق الجهازة التنفيذية لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية بتنسيق الكامل مع الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات لدعم المزارعين بالميكانة الزراعية للتيسير عليهم هذا وقد أشار وزير الزراعة إلى ضرورة توعية المزارعين بأهمية الاتجاه لاستخدام الميكانة الزراعية الحديثة نظرا لما تحققه من توفير للوقت والجهد وتقليل الفاقد وضمان تحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه ووجه الوزير أيضا بتوفير الميكانة الزراعية لدعم المزارعين والتيسير عليهم كما اطلع على جهود حملات تطهير المساقي ومكافحة الأفات أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة مد مضلط الحماية الاجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع ومنهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائز ومالك الأراضي الزراعية والفلاحين وقد تم تنسيق مع جميع الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم وبضعت الهيئة خطة للتوسع في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير أداء الخدمة التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم عقدت المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية في إطار جهود الدولة لتنمية الصناع عقدت المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات وتوفير مكاتب للشكاوى للتواصل مع المسؤولين لعرض مشاكلهم والعمل على توفير قروض وتمولات ميسطرة لتطوير وتحديث الألات والمعدات وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة للتفتيش على المصانع لمساعدتها في توفيق أوضاعها والعمل على إلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية خاصة في ظل صدور قرار بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناع والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وشكلت الحكومة خطة عمل مكبرة لبحث خطوات توطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناع والنقل كامل الوزير أعلن عن توفير أراضي صناعية جديدة مجاورة لطريق الصعيد الصحراوي الغربية والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في الصعيد والتي تشمل مناطق الفشن الجديدة والمينيا الجديدة ونجا حمادي الجديدة وتشجيعا للصناع أعلنت الحكومة عن خطوات للتعاون مع شركات للقطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة خمس سنوات وأن المنتج يتم استراده حاليا كما تم تخصيص أراضي صناعية مرفقة للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان للترحيل المستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية واستجابة لطلبات المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية أكدت مصلحة الجمارك عن دراسة للتعديل اللائحة تنفيذية لقانون جمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة وتماشيا مع جهود الدولة لإتاحة وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع آلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبعي بالمصانع إجراءات تنفيذية تسعى بها الحكومة لتنفيذ برنامجها الطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أسواق البترول العالمي ارتفعت أسعار النفط مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي لكن الخفاض مغزونات الوقود في الولايات المتحدة قد حد من الخسائر وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 21% ليصل إلى 78% و52% للبنميل كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس على الوسيط الأمريكي بنسبة 81% من 100% ليصل إلى 74% و38% من 100 دولار للبنميل فيما ارتفعت أيضا أسعار المزود تعلمين بنسبة 1.6% لتصل إلى 2.31% للتر وقد هبطت أسعار الغاز التبعي بنسبة 41% من 100% لتسجل 2.2% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أنهى مؤشر بورصة أبوظبي التعملات على ارتفاع وصعد مؤشر أبوظبي عند الإغلاق بنسبة 4% من 10% في جلسة متقلبة وانخفض مؤشر سوق دبي 4% من 10% بعد مكاسب لثلاث جلسات متتائية وعلى أساس أسبوعي صعد مؤشر بورصة أبوظبي 1% في حين ارتفع مؤشر بورصة دبي 1.2% وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول أن الوقت قد حان لكي يخفض المجلس أسعار الفائدة بعد اقتراب التدخم من الوصول إلى الهدف البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك وهو ما يمثل اتجاه صريحا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية وضف باول في كلمته أمام الندوة الاقتصادية أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر في وولستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسية خلال التعاملات وصاعدة المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 41% وارتفع المؤشر ستاندرد أنبورز بنسبة 57% كما زاد المؤشر نازداك المجمع بنسبة 87% أقرى مجلس الشيوخ الأرجنطيني زيادة في المعاشات التقاعدية ما سيكلف ما لا يقل عن 4 من 10% من النتج المحلي الإجمالي للبلاد ونص قانون التقاعد على زيادة أكثر من 8% في إعانات التقاعد هذا العام حيث حصل على أغلبية 61 صوتا مقابل ثمانية أعضاء بمجلس الشيوخ كشفت بيانات يابانية عن تصارع التدخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد والذي يستثني المواد الغذائية التازجة بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق بعد صعود 2.6% في يونيو مقارنة بالعام السابق ومن جديد عودة إليكم صحر وحكمة شكرا لك زميلاتي الشروق وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة وتبقى التذكير بالعنوم وزير الخارجية يلتقي برئيس وزراء اليابان ويسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد رفض سياسات التصعيد بالمنطقة الاحتلال الإسرائيلي وصل القصف العنيف على غزة وارتفاع الحصيلة الأثر من 40.200 شهيد وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الإسرائيلي عددا من القضايا الإقليمية ويؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بالتذكرة انتهت نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة